كما أرسل وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وأعرب وزير الداخلية عن خالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني داعيا الله أن يعيد المولى عز وجل ذكرى العطرة ومصر والأمة العربية في رفعة وتقدم وأمان كما أرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج وبرقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي هذا وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومفتي الجمهورية الدكتور شوق علام وبرقية تهنئة للقيادات والعاملين المدنيين راجيا المولى تعالى أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة على مصر والأمة العربية بالتقدم والرفعة والازدهار